الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فأصدرت تقرير أوضحت فيه أن ثلث سكان العالم يعانون من سوء التغذية بالمناسبة على فكرة أنه سوء التغذية بيشمل الحالتين بيشمل الجوع بيشمل التغذية السيئة اللي هي عادة أكتبال العناصر عادة أكتبال العناصر الغذائية لكن ربما التقرير هنا بيتحدث عن سوء التغذية بالمعنى المتداول الجوع في أحدث بياناتها حذرت منظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للأمم المتحدة من أن معدلات سوء التغذية على مستوى العالم ما زالت مرتفعة على نحو غير مقبول وأن الفاقد الاقتصادي نتيجة للأمراض غير المعدية المرتبطة بالمشكلة سيقارب 50 تريليون دولار في العقدين المقبلين وحسب مسؤولين كبار في المنظمة فإن أكثر من ملياري شخص يمثلون 30% من سكان العالم يعانون سوء التغذية وأشارت الإحصاءات إلى الارتفاع السريع في معدلات البدانة بين الأطفال والبالغين وكذلك الإصابة بالأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي وفي مقدمتها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري كما أنه من المتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي والعالمي 47 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين نتيجة للأمراض غير المعدية المتصلة بالوزن الزائد والبدانة ويمكن أن تصبح التكليفة الكلية أضخم من ذلك إذا أضيفت لها الزيادة في معدلات الإنفاق على الرعاية الصحية ووفقا لأحدث الدراسات يتزايد عبء سوء التغذية في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط إذ يقدر أن 50% من وفايات الأطفال هناك ترجع إلى سوء التغذية بالإضافة إلى أن الأمراض غير المعدية المرتبطة بسوء التغذية تسبب حوالي 57% من إجمالي الوفيات في الإقليم كذلك فقد جعلت مشاكل سوء التغذية أربعة بلدان عربية ضمن الدول الأعلى في انتشار التقزم لدى الأطفال وهي اليمن بنسبة 50% ثم السودان بنسبة 40% ومصر 30% وموريتانيا بنسبة 23% وعلى إثر هذه النتائج شددت المنظمة الدولية على خطورة عدم التزام الحكومات بخطط التنمية الشاملة أو الإخفاق في التنفيذ بالإضافة إلى صراعات مزمنة وكوارث طبيعية تمنع بعض البلدان من إحراز التقدم إذن مشكلة أزلية لم تنتهي لا بتغيير أنظمة ولا بتحالف دول لأن الخلل موجود سينار وأحيانا بيكون في منظومة الحياة طبعا منظومة الحياة من الشرط يكون بس جوع الجوع يمكن مرتبط شوية بارتفاع نسبة الوفاية لكن مسألة التقزم انتشار أمراض معينة بسبب سوء التغذية دي أعتقد أنها تكون كمان سلوكيات أو منظومة حياة بيسموه اللايف ستايل والتلوث يصدر الآن في علب مجهز هنطلع لفاصل بعد أن نرشع